مرحبا بكم وابتداء من هذه الظاهرة إن شاء الله تبدأ من جهة المرتفعات الداخلية الشرقية بعض المناطق المجاورة تكون لها كما سقه راس قلمة أم البواقي إذن سما حاليا رحي صافية لغائمة جزئيا وتبدأ كما قلت تتشكل بعض الخلايا الرعدية إن شاء الله في آخر النهار ممكن تمد بعض الأمطار في حين سما صافية على كل المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية الصحراوية درجات الحرارة لدهيرة اليوم إن شاء الله إذا مشاهدتكم تبقى مرتفعة على المناطق الصحراوية ثاني على المدن الداخلية الوسطى خاصة الشرقية 49 درجة من جهة ورقلة والريح هذا يكمل يطلع ريح سخوني يكمل يطلع حتى المناطق الشمالية الوسطى خاصة الشرقية على هذا يخلي درجة الحرارة توصل إلى 42 درجة على قسنطينة قلما سوقها راس باتنا بريكا خنشلة حتى من جهة عندفلة جلفة لغواط مليانا 39 إلى 40 درجة نفس المقياس على ناباس كيك دا والقالة 35 درجة على معسكر 29 على العاصمة 32 على وهران 48 في وسط الصحراء 43 إلى 44 درجة الخط ليربط منطقات بورد وجي مختار عنقزام وتنزواطين 46 درجة على تندوف 44 على بشار 43 على إيناميناس 37 درجة على بورد وجي مختار وعينقزام خلال هذه الليلة إن شاء الله مش شاهدينك نحن نعرف الأجواء مستقرة تميز كل أرجاء الوطن هذه السحابات لراهي من جهة الجلفة الغواط عندفلة العاصمة حتى من جهة السواحل الغربية كما وهران ومستغانم تخلي سماء غائمة جزئيا على هذا أجواء مستقرة على كل أرجاء الوطن درجة الحرارة خلال هذه الليلة إن شاء الله وتاني في صباحة الغد بحولي له إذن عدنا مقايز بين 21 حتى 23 درجة على كل مدن الساحلية 24 على الجلفة على مستغانم 34 على ورقلاو تندوف حتى على منطقات بشار 37 في وسط 29 درجة على تنزواطين تيمياوين تامنراسات وجانات البحر لهذه الظاهرة تاني خلال هذه الليلة إن شاء الله رح يكون هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي ما بين 15 إلى 20 كيلومتر في أساعة رح يكون إن شاء الله على اتجاهات مختلفة قبل ما نحن نعطيكم غروب الشمس العاصمة وضواحيها لهذا الحد اللي رح يكون إن شاء الله على 8 و 9 دقايق كل عدم مشاهدة الكرام تلاقوا في نشاء الجوية لاحقا ترجمة نانسي قنقر